اشتركوا في القناة الضمانات اليوم نحن امام منظومة فساد متغيرة ونكون على يقين على انه في شهر سبتمبر عند الليجان وعند الميزانية ستظهر المصالح الحقيقية وستظهر باللتي باللتي نكمل لك وقد نرجع لك المحطة ستظهر النواية الحقيقية التي ازيحها عبدالرحيم بعيدة والدعمة منها انا اتزحت لانني سديت الروبيني مباركة الى جاد فتحات الروبيني كل شيء غالي يمشي معها ولا اظن جيدا ولا اظن بالاكاد واكون متأكدا انها ستحمل مال العام علاش غالي تقول لي علاش مش انا كندافع على مباركة انا كنقول لك واحد المسألة اللي كنتشارك فيها معها لان اشتركوا الثروة ولكن كنشتركوا القيم اللي ربونا ببواتنا عليهم لانا مباركة في النيا والبناء بنت بعيدة وانا والد بعيدة القيم اللي شربت انا وانا اكبر منها في العمر را هي شرباتها ولا كنضنش عليها اي مباركة ما محتاجة مش ما كنتخافش عليها اي يوم غاد انه يكون عليها بلوكاج تايا اخشى طبعا بل اكادوا اتنبأوا بهذا البلوكاج هذا الا في حالة واحدة تدخل جهة معينة طبعا اللي غيرتها وفق الداخلية التي اوصلت مباركة بعيدة وافتضامنت المعينة وقالت لا لا الى اي حد ستظل هذه الجهة تحمي مباركة بعيدة وتدافعنا ازاء الشطحات والردحات التي يتقنها البعض داخل المجلسيات تقولين وانا انا كان اعرفهم جيدا وتصديت لهم لانني انا لا املك ثروة ولا مالا ولكن كنت كان كان املك الهضرة والهضرة ما توفى لانا خدمتي كان املك فكر معين والفكر كان غدي يوميا بالقراية ماشي بالماكلة وماشي بالفلوس وهدف هنا كانت قوة القوة ديالي وقوة الضعف ديالي كانت في عدم الحماية ما كينش من يحميك غير الله تبارك وتعالى لانك خدامك تضرب واحدة كل شي كيتفرش فيك من غير المواطنين طبعا والمواطنين في البداية والنهاية داخل جهة تقول لي موادنون مغلوبين على امرهم الجهة تعاني من البطالة معدلات الفقر لهذا الشاشة هجرة سرية لا ولكن احنا رامت كلاسي اللولين را كنتصدروا المشهد السياسي والبطالة نعمسي كنتصدروا في اللجوز السياسي كنتصدروا في الهجرة السرية خليني من البلاد كلها كنتعاني من اختلالات ولكن جهة تقول لي موادنون حتى من جي قالوا جا جا عاونوا في قبر بهربلوا بالفاس را جينا بغينا نخدموه وما خلوهن ليش نخدموه هذا هو المشكلة